بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي بقناة انجليزي ابتدائي اند اعدادي مع مستناء السمال نهارده ان شاء الله نشتغل من كتاب جيم على صفحة 40 وصلنا للسن فور الدرس الرابع في يونت وان درس الرابع يونت وان ستادي ستوري ستوري قصة الدرس الرابع عندك مقسم في كتاب جيم الى 3 اقسام A B C ده الاول A ستوري قصة listen استمع point اشر ان سي هو قل عندنا مجموعة من الكلمات كلمات جديدة زي اه flapjacks flapjacks اللي هي الفلابجاك ايه هو الفلابجاك ده نوع من البسكويت معمول من دقيق الشوفان flapjacks flapjacks cookies cookies هو البسكويت cookies cookies حرف السي هنا ينطق ك ك oats oats اللي هو الشوفان ده منتج زراعي طبعا بيطحن وبتعمل منه دقيق الشوفان butter butter يعني زبدة butter زبدة honey honey عسل honey عسل اللي هو عسل النحل هنا دي الكلمة دي اسمها ingredients ingredients يعني المكونات ايه هي المكونات هي المقادير اللي احنا بنضعها في الطعام بنجيب ايه بنعمل ايه مسلا سكر زيت عسل كل دي اسمها مكونات ليه طعام bake 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 يخبز bake يخبز bake يخبز melt melt يذوب melt يذوب melt يذوب slice 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 يعني يقطع slice يقطع من قولتان الكلمة flapjacks flapjacks اللي هي الفلابجاك ده نوع من البسكويت معمول من دقيق الشوفان cookies 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 oats oats شوفان باتر زبدة باتر زبدة باتر زبدة honey عسل honey عسل ingredients 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 مكونات bake bake يخبز melt يذوب slice يقطع slice يقطع هنشوف هنا بيقول extra vocabulary المزيد من المفردات زي ايه parents parents والدان parents والدان apartment apartment شقة apartment شقة لم يكن في عمارة سكنية في هكذا شقة مع بعض الواحدة منهم اسمها ايه apartment square square مربع square مربع لو احنا ضخناها اس هتبقى squares يعني مربعات الشكل المربع pan 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 tasa pan tasa دي اللي احنا بنعد فيها الطعام salt salt ملح salt ملح طبعا كلمة salt ملح ايجبشن 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 مصري ايجبشن مصري ايجبشن مصري حرف t والاي 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 ينتق ش ش ايجبشن excited متحمس excited متحمس delicious delicious يعني لذيذ delicious لذيذ حرف c i o كل ده ينتق ش ش ش ش طيب لو منخفض لو منخفض لو منخفض ما تبقى اللون الاحمر دي دي اختصارات لي adjective يعني صفة يعني ايجبشن صفة بصف حد انه مصري excited اصف حد انه متحمس يعني يشعر بالحماسة delicious انا اشعر انا اقول ان الطعام ده تلزيز دي صفة low منخفض squares squares يعني مربعة دي اللي قدنا عليها الجمع بتاع ايه square where British British يعني بريطاني British يعني بريطاني يعني جنسيته بريطاني البلد بتاعته هي Britain اللي هي بريطانيا plate plate طبق plate طبق together together معا حرف t والh مع بعض ينطق ز ز او ايه together معا معا يعني سويا او مع بعض heat heat حرارة heat حرارة conjugation of verbs تصريف الافعال ونعيد تاني ونقول regular verbs يعني افعال منتظم يعني افعال منتظمة يعني افعال منتظمة يعني افعال منتظمة تمشي على القعدة تمشي على النظام نظام تحويل الفعل من مدارع الى الماضي بايه بإضافات ننضفها على الفعل علشان تبقى ماضي زي ايه melt melt يذوب ننضف ايدي هيبقى melted melted يعني ذابة stir stir يعني يقلب stirred stirred يعني قلبة طيب في ايه كمان افعال منتظمة add add يضيف add يضيف added added يعني اضافة slice slice يقطع sliced قطع اما هنا irregular verbs افعال غير منتظمة يعني لا تمشي على النظام لا تمشي على القعدة شكلها بيتغير في الماضي عن المدارع زي ايه learn learn ايه learned learned ضفنة t say 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 يقول said قال نشوف هنا expressions and phrases يعني تعبيرات وعبارات talk together يعني يتحدثان معا talk حرف ال ال هنا silent يعني لا ينطق together معا احنا قلنا تي اش دي تنطق the talk together يتحدثان معا a bit worried a bit worried يعني قلق قليلا a bit دي معنىها قليلا worried معنىها قلق يشعر بالقلق try a little try a little يعني يجرب القليل من try يجرب a little القليل من say goodbye say goodbye يعني يقول وداعا او الى اللقاء say goodbye taste good taste good taste good يعني مذاقه جيد مذاقه جيد what a great idea يعني يا لها من فكرة رائعة دي بنقولها لما حد يقترح علينا نعمل حاجة هتعجبنا الفكرة هنقول ايه what a great idea يا لها من فكرة رائعة نشوف صفحة 41 هنا بنقول القصة بتاعتنا احنا قلنا الدرس ده مقصر من ثلاث اجزاء اول قصة فيه عبارة عن قصة talia learns to love flapjacks يعني تاليا تتعلم باسم بنت تتعلم ان تحب flapjacks اللي هي ايه البسكويت المصنوع من الشوفان look انظر and read واقرأ the beginning البداية بداية القصة بيعرفنا ايه اللي بيحصل talia and suzanne talia and suzanne are good friends دول اصدقاء جيدين مع بعض talia is Egyptian يعني تاليا مصرية and suzanne is British with suzanne d بريطانية their parents are friends too يعني والديهم اصدقاء ايضا they talk together a lot هم يتحدثون مع بعضهم البعض a lot كثيرا they are sad when they say goodbye يعني هم يشعرون بالحزن عندما يقولوا وداعا لانهم طبعا اصدقاء the middle the middle يعني منتصف القصة فيها ايه one day ذات يوم talia and her mom go to susan's apartment يعني talia وممتها بيذهبوا فين الى شقة سوزان talia is excited talia متحمسة but she is a bit worried لكنها قلقة قليلا what is british food ما هو الطعام البريطاني does it taste good هل يبدو طعمه جيد او مذاقه جيد يبقى تاليا ومومتها ريح يزور شقة سوزان تاليا دي تشعر بالحماسة لكنها قلقة قليلا ليه عايزة تعرف ايه الطعام البريطاني وهل هو مذاقه جيد ولا لا طيب سوزان سايز يعني سوزان تقول بتقول ايه please have some tea talia يعني من فضلك تناولي بعض الشاي يا تاليا what do you like a flapjack هل تحبين ان تتناولي a flapjack اللي هو بسكويت الشوفان my mom and i made them يعني والدتي وأنا صنعناها صنعنا ايه اللي هو flapjack سوزان has a plate in her hands يعني سوزان لديها طبق في يديها on the plate there are big square cookies يوجد في الطبق ايه big square cookies يعني بسكويت كبير مربع تاليا looks at the flapjacks تاليا تنظر الى flapjacks سوزان i'm very happy you made them for me يعني انا سعيدة جدا انك صنعتيها لي من اجلي اللي هي flapjacks but لكن what is a flapjack يعني لكن ما هو flapjack she asks هي تسأل يبقى تاليا بتسأل ايه هو flapjack طبعا عايزة تتعرف عالطعم دا الاول قبل ما تكله سوزان بتقول ايه they are cookies flapjack دي عبارة عن ايه cookies عبارة عن بسكويت i make them with oats butter and honey انا اصنعهم بايه oats اللي هو اشوفان butter زبدة and honey وعسل try a little جريبي القليل تاليا's mom smiles too يعني والدة تاليا تبتسم ايضا تاليا tries a flapjack تاليا تجرب الفلابجاك it's delicious انه لذيذ i love it انا احبه she says هي تقول how do you make them طبعا كده تاليا خلاص عجبها الايه flapjack وبتسأل بقى ايه بتعملوها ازاي بتصنعوه ازاي how do you make them تصنعوا flapjacks دي ازاي the end النهاية Susan says Susan قالت ايه it's very easy انه سهل جدا next time يعني المرة القادمة you visit us التي تزوريني فيها we can make them together يمكننا ان نصنعه سويا تاليا says what a great idea يا لها من فكرة عظيمة انشوف صفحة 42 بيقول steps of making a dessert يعني خطوات عمل التحلية لو عندك صنف حلو زي flapjacks هتعمله ازاي read and not اقرأ ولاحظ this is how Susan and her mom make flapjacks هذه هي الطريقة التي تصنع بها سوزان ووالدتها ايه الفلابjacks melt the butter يعني اذب زوب الزبدة sugar السكر and honey والعسل in a large pan في طاصة كبيرة over low heat تحت ايه طاصة دي هتكون على نار هادئة او منقفضة add oats and salt يعني اضف دقيق الشوفان والملح and then stir well وقلب جيدا bake for 20 minutes يعني اخبز لمدة 20 دقيقة when the flapjacks are cold عندما تبرد الفلابjacks slice into small squares يعني قطعها الى مربعات صغيرة هنا بيقول ingredients يعني المكونات المكونات اللي احنا هنحطها في الفلابjacks دي كم جرام زبدة كم سكر بورني كم من العسل كم من دقيق الشوفان وكم من salt المرح طبعا انت مش مطلوب منك تحفظ عداد الجرامات دي قلص هنشوه بعد كده صفحة 43 بيقول i can find it out يمكنني ان اكتشف يعني التحلية الصنف الحلو المصري المفضل لديه هو اكتب اي اسم هنا ممكن تكتب بسبوسة كنافة اي اسم انت تعرفه من انواع التحليات هذه هي المكونات وهذه الطريقة التي انا استطيع ان اصنعها بها هنا هتكتب اسم التحليات وهنا هتكتب اي المكونات بتاعتها طبعا ده نشاط vocabulary check هنا بيقولك desert desert يعني حلوة كل انواع التحليات اسمها desert قلي بالك فيها اتنين اس هنا اما دي اسمها desert 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 يعني صحراء desert صحراء طبعا الكلمتين يتشبهوا لكن احنا قلنا هنا في اتنين اس هنا اس واحدة فقط بيتكلم عن nationalities start with a capital letters بيقول ان الجنسيات الجنسية اللي هي جنسية الشخص هو من بلد ايه دي لازم نبدأ بحارف كابتل في كتابتها مثل ايجيبشن ايجيبشن مصري بريتش بريتش بريتاني الاتنين بيبدأ بحارف كابتل واي جنسية تانية برضو تبدأ بحارف كابتل checkpoint بيقول ايه take true or false ده صحة او خطأ you need انت تحتاج oats and honey الشوفان والعسل لتصنع الفلاب جاكس ايوه العبارة دي طبعا true number two are British cakes يعني فلاب جاكس دي عبارة عن كيكة بريتانية لا هي مش كيك هي cookies cookies يعني بسويد number three يعني عبارة دي هنقول عندها ايه false يعني خطأ number three you bake the flapjacks for twenty minutes to be ready انت تخبز الفلاب جاكس لمدة عشرين دقيقة علشان تبقى جهز ايه وقت عبارة دي true صحيحة مدة الطهوة عشرين دقيقة صفحة او او اربعة و اربعين الجزء التاني من الدرس pronunciation يعني النطق short and long vowels الفاولز الحروف المتحركة القصيرة والطويلة listen استمع point sure and say وقل there are five vowels in English you got خمس حروف متحركة في اللغة الإنجليزية vowels دي كلمة vowels يعني حروف متحركة ايه هي بص كده شايف دو دو ثمس حروب الاغنية بتاعتهم هتبقى ازاي A E I O U ردد معايا A E I O U A E I O U اوكي كده اسهل جدا في الحفظ بعد كده the other letters are consonants الحروف اللي بقي احنا قلنا خمسة بس vowels يعني حروف متحركة طب بقي الحروف اسمها ايه consonants يعني حروف ساكنة ساكنة طيب هيتكلم هنا عن short vowels short vowels يعني الحروف المتحركة القصيرة من الآخر كده حرف متحرك قصير يعني ايه يعني يكون الحرف المتحرك يصدر صوت قصير بتكون الكلمة دي فيها حرف متحرك واحد فقط وبتنتهي بحرف ساكن زي كلمة ايه bag bag هي حرف واحد اللي هو حرف ايه ده vowel واخرها حرف ساكن اللي هو ايه حرف الجي تبقى ايه bag bag يعني short a short a طيب هنا mix mix يعني يخلط mix يخلط فيها حرف واحد فاول اهو والكلمة بتنتهي بحرف ساكن هو حرف الاكس يبقى ده ايه short i short i اما ده mom mom يعني ام كده حرف الفاول اهو في النص اللي هو o بعد كده الكلمة بتنتهي بحرف ساكن يعني كده بنقول عليها short o خلاص يبقى ده short a short i short o long vowels اللي هي الحروف المتحركة الطويلة يعني تدينا صوت طويل احنا وبنقول الكلمة زي ايه لما يكون في عندك كلمة بتنتهي بحرف ايه خلاص والكلمة ده اساسا فيها حرف متحرك زي ايه كيك كيك يعني الكيك اهو فيها حرف متحرك اللي هو a وبتنتهي ب e يبقى احنا كده عندنا long a long a يعني حرف a المتحرك الطويل اما ده rice rice يعني ارز فيها حرف متحرك اللي هو i وبينتهي الكلمة نفسها تنتهي بحرف e يبقى ده long a اما ده nose nose يعني انف حرف o اهو المتحرك والكلمة تنتهي بيه هي عنده long a long a هنشوف صفحة خمسة اربعين بتكلم عن the prefix re يعني البادئة يعني البادئة يعني الحرف دول مع بعض نضعهم قبل كلمات معينة فتبقى معناها ايه مجددا يعني again يعني مرة ثانية اهي بيقول the prefix or e means again تعني ثانية او مجددا هقول re repainted يعني ايه repainted يعني اعاد طلاء وعاد دهان مجددا يعني طلاء او دهنة يعني اعاد طلاء كذا مجددا مرة ثانية هنا بقول for example he repainted يعني يعني هي هي اعادة القيام بالواجب المنزلي عملت واجبها مرة ثانية خلاص fast simple tense بيتكلم عن ايه دلوقتي زمن الماضي البسيط باختصار كده ايه هو زمن الماضي البسيط هو بيعبر عن حاجة حصلت وانتهت خلاص ده اختصار كل ده طيب الجملة في الاسبات بتبقى ازاي نجيب الفاعل الاول الجملة بتبدأ بايه؟ بالفاعل بعدها الفاعل فعل الوحده لا هنضيف الاضافات عشان يبقى ماضي زي ايه؟ ممكن نضيف ed او d او ied وكل واحدة منهم بنضيفها في حالات معينة خلاص كده؟ هنا مثلا هقول i reclaimed my bike yesterday يعني انا نظفت دراجتي مرة اخرى yesterday امس طبعا ما قلنا yesterday دي كلمة معناها امس دي يبقى كده احنا بنتكلم في الماضي قراص كده؟ عملنا ايه؟ للفاعل قالي للفاعل reclaimed يعيد تنظيف وضفنا له ed عشان يبقى ماضي يبقى reclaimed يعني اعادة تنظيف ده بالنسبة الافعال المنتظمة طيب لو عندنا افعال irregular يعني غير منتظمة يعني لا تمشي على النظام لا تمشي على القاعدة يبقى إلا هيحصل هيضير شكلها في الماضي زي ايه؟ she readed her homework last week يعني هي اعادة القيام بالواجبها المنزلي last week الاسبوع الماضي او هي عملت واجبها مرة تانية الاسبوع الماضي طالما last يعني ماضي last يبقى read that الفاعل اساسا اسمه do 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 homework يعني يقوم بعمل الواجب المنزلي في الماضي تغير خالص شكله بقى ايه؟ بقى did ونحن بنون read that يعني عادة القيام B check point بقول ايه هنا read and choose the correct answer يعني اقرأ واختر الإجابة صحيحة علي عمل ايه؟ his homework his homework يعني واجبه المنزلي طرح يعمل ايه للواجب المنزلي rebuild يعني يعيد بناء ولا remade يعيد صنع ولا read that يعيد القيام B او يعمل الواجب يقوم بواجبه مرة اخرى هي دي ايه جابتنا عشان احنا قلنا الفعل اسمه ايه؟ do homework do homework يعني يقوم بعمل واجبه المنزلي هنخليه في الماضي هتبقى did واد البادئة اللي قبلها اللي هي re معناها ثانية number two نادا نادا هناخد فعل ونقول flapjacks yesterday يعني اللي هي بسكويت flapjacks yesterday ams طالما امس يبقى ايضا حاجة في الماضي هنقول ايه؟ remix ولا remake ولا remake ولا remade طبعا remade عشان الفعل made هو اللي في الماضي معناها صانعة يبقى نادا اعادة صناعة او عمل ايه؟ flapjacks امس number three samir reclaimed his ايه؟ سامير اعادة تنظيف ايه؟ ترى هموارك؟ هموارك واجبه المنزلي books كتب ولا bike bike يعني دراجة ايه؟ ايه؟ دراجة هناخد الجزء الثالث من الدرس الجزء c اللي بيتكلم عن math رياضي لو انت عايز تاخد استراحة اوكي؟ بترجع ثاني هنا عندك math رياضيات بيتكلم عن ايه؟ الفكرة كلها بتتكلم عن ترتيب التصاعدي للارقام الكبيرة الترتيب التصاعدي للارقام الكبيرة طيب هنا بيقول comparing large digits يعني مقارنة الارقام الكبيرة مقارنتها ازاي؟ نعمل لها ايه؟ ascending order ترتيب تصاعدي look and say انظر وقل هنا بيعرف لك ايه هي الارقام الكبيرة؟ large numbers large numbers الارقام الكبيرة mean numbers more than thousand يعني تعني الارقام الاكبر من thousand اللي هو الف الارقام الاكبر من الف بيعتبرها هي الارقام الكبيرة بص للرقم ده اختصار لكل الخطوات دي احنا عشان نقرأ الرقم ده بنقول عليه ايه بالعربي؟ بنقول عليه اتنين مليون خمسمية اربعة واربعين الف أربعمية تنين وتلاتين صحي كده؟ كل اللي هيحصل ان احنا هنقول الكلام ده بس بالانجلش اتنين يعني ايه؟ هنقول two طب احنا قلنا اتنين ايه؟ اتنين مليون يبقى two million two million يعني اتنين مليون طيب الرقم ده اسمه ايه؟ خمسمية اربعة واربعين هنقوله ازاي؟ five hundred forty four five hundred forty four طيب والرقم ده هنقوله ازاي؟ نقوله اتنين وتلاتين يعني and four hundred thirty two يعني ايه؟ رقم كله كم على بعك؟ two million five hundred forty four thousand and four hundred thirty two وهو ده قراءة الرقم وهنا قالك التفاصيل بتاعت الخطوات اللي احنا قلنا بها الرقم اهو two million يعني اتنين مليون five hundred اللي هو خمسمية forty four thousand يعني اربعة واربعين الف نقول thousand يعني الف طب تعال الجزء الوحدات اللي هي الاحد هنقولها ازاي؟ and four hundred thirty two واربعمية اتنين وتلاتين ده قراءة الرقم اللي فوق اهو هو كل ده هنا طبعا هيتكلم عن ترتيب التصعدي للارقام واحنا عافين ان ترتيب التصعدي للارقام يبدأ من الاصغر من الاصغر الى الاكبر وادي مثال هنا طيب هنشوف بعد كده check point check point بيقوله rearrange the numbers in ascending order يعني اعترتيب الارقام في الترتيب التصعدي لتب الارقام دي تصاعديا دي سهل جدا نعرفها لو جبنا قلم هنقولك بس ايه اول رقم اول حاجة ده طبعا هو اصغر واحد هنبدأ من العدد الاصغر او الرقم الاصغر بعد كده هنا ده رقم اتنين لانه ده عشرين الف اما ده رقم ثلاثة طيب هنا الارقام دي مين اصغر واحد فيهم نبدأ فيه هو ده هو ده طيب 191311 طيب دول بعد كده مين فيهم هناخد ده هو رقم اتنين اما ده هو رقم ثلاثة طيب الارقام دي هنرتبها ازاي هنبدأ به نبدأ به الرقم ده اللي هو تلاتة واربعين الف مية وستين ده اصغر واحد فيهم عشان عدد خاناته اقل اما دول ده هيكون رقم اتنين وده رقم ثلاثة خلاص كده ده الترتيب التصاعدي للارقام هنجف صفحة سبعة واربعين هنا فيها listen for number one عايزك تختار فعلي من دول وهنكمل هنقول قطع صغيرة يبقى هنقوله ايه سلايس قطع ولا ملت اذب ولا بيك اخبز لا هنقوله قطع 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 صغيرة يبقى هنقوله سلايس طيب هناخد ايه من دول ملح ولا هني عسل ولا رايس ارز هو مكون سويت يعني حلو طعمه حلو مين فضل طعمه حلو طبعا هني العسل number three to mix ولا make ولا melt mix يعني نخلق make نصنع melt يعني نذيب is to put oats and نضع oats الشوفان butter الزبدة and honey together والعسل معان طيب طالما احنا نحط الحاجات دي معاني بقى احنا نعمل ايه mix يعني نخلق number four our house is very old يعني منزلنا قدين جدا we need to نحتاج الى ايه redo نعيد فعله ثاني repaint نعيد طلاقه ولا remake نعيد صنعه it and or repaint نعيد طلاقه نشوف number two هنا بيقى read and put نقرأ وضع less than greater than or equals يعني اصغر من او اكبر من او يساوي number one هنشوف الارقام دي هنلاقيها نفس عدد الخانات هنبصل للرقم اللي على ايدك الشمال ده 67 ده 93 يبقى لازم نحط علامة ايه كده اللي هي less than اصغر من طيب هنا number two عندنا برضو ارقام لها نفس عدد الخانات هنا 72 لكن هنا 73 يبقى هنضع برضو علامة less than اصغر من 72 هنشوف number three لها نفس عدد الخانات هنا ست خانات هنا ست خانات برضو لا دي سبع خانات طالما دي سبع خانات يبقى على طول هنضع علامة اصغر من اما ده ده ten million ten million يعني عشرة مليون هي هي كلمة ten million يعني هنضع علامة equal اللي هي يساوي هنشوف بعد كده read and sort اقرأ وصنف عايزك تصنف الكلمات دي فيها short vowel ولا long vowel احنا على طول هنبص على الكلمات اللي فيها حرف متحرك في النص واخرها ايها تلاقيها nose كيك رايز دول هيبقوا long يعني اكتبهم هنا نوز اللي هو انف وايه كمان كيك ها دي كيك وفي كمان كلمة تالتة هي ايه رايز ها دي رايز دول كده long vowel اما البقين هيبقوا short vowel زي ايه عندك زي mom ها دي mom وايه كمان bag عقيبة ها دي bag فاضل ايه معانا mix ها دي mix يخلط نشوف بعد كده صفحة 48 فيها test yourself اختبر نفسك on lesson 4 على الدرس الرابع listening استمع listen and circle the words with short vowel يعني استمع وضع دائرة حول الكلمات التي بها short vowel اللي هو صوت متحرك قصير كيك كات هنجب كده قلم وهنقول اني كات هي short vowel هنا bag بي bag بي مين فيهم ده هو short vowel أما دي mix meet عندنا mix هي اللي فيها short vowel reading reading قراءة number 2 you will read the passage and then answer the questions وبعدها أجب عن الأسئلة my name is Malik اسمي Malik I'm Egyptian I am Mصري أنا مصري today I'm visiting my friend Sam اليوم سأزور صديقي Sam he is British هو بريطاني our parents are friends too يعني والدينا أصدقاء أيضا one day ذات يوم hi and my mom went to Sam's apartment أنا ووالدتي ذهبنا إلى شقة سام سام had a plate in his hands سام كان لديه طبق في يديه on the place there were big square cookies في الطبق can you get if الطبق big square cookies يعني بسكويت مربع كبير they are flapjacks إنها flapjacks بسكويت and flapjacks سام makes delicious flapjacks يعني سام يصنع flapjacks لذيذة flapjacks are British food هو طعام بريطاني they are made with يصنع بأي oats اللي هو أشوفان butter الزبدة and honey والعسل I loved the flapjacks أنا أحببت الفلابjacks it's delicious إنه لذيذ I wish he would make flapjacks for me today أنا أتمنى أن يصنع لي flapjacks من أجلي هذا اليوم أو اليوم today اليوم choose the correct word أختر الكلمة الصحيحة Malik is from Egypt ولا Britain ولا إيطالي البلد اللي منها Malik من Egypt Miss Leland هو آل I'm Egyptian أنا مصري number 2 Malik and Sam are Malik و Sam دول إيبو إيه برازرز إخوة ولا cousins أو لا دعم ولا friends أصدقاء طبعا friends أصدقاء number 3 there were cakes you get can you get any cakes كان عنده cakes ولا cookies بسكويت ولا candies حلويات on the plate في الطبق على الطبق كان فيه إيه؟ كان فيه cookies اللي هي flapjacks بسكويت flapjacks number B answer the following questions يعني أجب عن الأسئلة التالية على نفس الفقرة what is Malik going to do today ماذا سيفعل مالك اليوم؟ بس كده هيقول I'm visiting هيقول today I'm visiting my friend Sam يعني سوف يزور صديقه Sam number 5 what are the flapjacks made with flapjacks دي cookies دي بتتعمل بإيه؟ اهو they are made with oats butter and honey بتصنع بإيه الشوفان والزبدة والعسى أما هنا بو writing الكتابة punctuate the following sentences يعني ضاع علامات الترقيم من الجمل التالية what is a flapjack ما هو الفلابجاك؟ هنبدأ أول حاجة طبعا أول حرف لازم يبقى capital في بداية الكلام هذه حرف W بعد كده أقول what is a flapjack ده سؤال سؤال يعني عايزين question mark علامة استفهام B هنا بيقول bake 4 20 minutes اخبز لمدة 20 دقيقة أول حاجة حرف B ده يبقى capital عشان بداية الكلام 4 20 minutes فلصنا جملتنا آخرها فلصطب لأنه دي نهاية جملة عادية كده وصلنا لحد صفحة 48 فلصنا الدرس كله بالتلات أجزاء بتوع حلينا عليهم إن شاء الله هنكمل مع بعض تابعون على قنوتنا من أولى تدائل تلت سنوي يعني كل إخواتك الأكبر منك أو أصغر منك من أولى تدائل تلت سنوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر